وسام أبو علي وسام أبو علي يا كريم تعليقه بعد المباراة بيقولك اللي احنا تفرجنا عليه ده الرجل ده مذاكر ومدير الفني مذاكر له وهو مركز قوي بيقولك أنا حاولت كتير رغم أن أنا ضيعته في الشيط الأول لأن أنا قدرت أن أنا أسجل لكن الفرقة في الآخر كانت شكلها حلوة قوي النهاردة كنا قادرين نضغط وقدرين نشتغل طول الوقت هاتلي بعض اللقطات بتاعت وسام تحركات وسام الضغط العالي اللي بيعمله وسام بيساعد الفرقة بشكل ممتاز وبيقلل الحمل الدفاعي الكبير التحرك هنا وقدرته على أنه هو يربط طول الوقت ما عم قادرين أتكلم عليه لوحده نهاردة قد المباراة ممتازة وأنه هو هنا خد خيار التسديد في الزاوية الدقيقة والمباراة كت 1-0 وبتالي ما زين بيشتغل وكانت الكرة دي قريبة من التسجيل حاول في واحدة تانية في الشوت الأول اتلعب بشكل ممتاز وقطع القريبة لكن ما حلفوش الحظ أن هي تم تسجيلها وأخيرا قبل ما اتكلم بقى خلنا أقف معاك عند الجون ثواني بالنسبالي اللينك الربط والسكان أنا كمهاجم دوري وشغلتي أبص حوالي وأخد المكان أتحرك أهاجم المساحة ده ألف به طالما الكرة مش تحت رجلي أتحرك في المساحة ليه عشان أديك أدي حلول لحامل الكرة يعني لو الرجل ده فيدر واقف مكانه وعلم علول هيعمل إيه هيدخل يرجع تاني يشتغل إنسايد وده أدي الكرة أحمد عبدالقادر ويبطري هجمة جديدة مختلفة تماما حركة بص على حركة إيده حركة الإيد بتاعته سام بيشاور العلي إن ما يحطها لهش في رجله هو مش عايزة يحطها له في رجله هو عايزة يحطها له في المساحة بقوله أنا راح هنا أنا أهاجم المنطقة دي لأنه فيه مساحة نقدر أشتغل فيها الكرة أتلاعب كمي الفريم اللي بعده طبعا دقة التمريرة العظيمة جدا من علي خطفته للمهاجم وكسره للتسلل وبعدين هدف بقى على طريقة بسام في كابتن ماجد الرجل راح برجله الشمال حاس إنه مش هلحقة راح مقابل برجله اليمين حطها فينش بكواليتي لعيب متعلم كرة قوي قوي رغم إنه لسه تاني ده 30-40% من الكواليتي اللي جيه عليه وسام وسام الكرة تحت رجله حسام من كده بكتير وسام سرعت البديه في التصرف الموقف حسام من كده بكتير لسه عنده كتير لسه كمان في الفينيشينج والنسبة لأ وسام هينقل خط هجوم النادي الاهلي وهيحسن وأفضل أقولها من الشكل العام لفرقة النادي الاهلي مش بس على صعيد التسجيل على صعيد الهارموني والكمباك والقدرة الدفاعية سيب الصورة دي كده مش عارف يعني مش عارف أقولها ولأ بس ممكن حد هو بفرق يقول الله تيقول أجماعته بتبالغوا كل المبالغة دي عشان سام أبوالي جاب جول شكله حلو يعني معادي يعني والد المهاجم بيكون حلو بس هو عملية بس الحرمان يعني الاهلي وصل لمرحلة إن المهاجم عنده ما بقاش يعرف يجيب الجول السهل العادي فانت وصل لمرحلة دلوقتي أحسن شوية إنه عندك مهاجم ويعرف يجيب الجول الصعب فهي دي بس يعني بس بحاول أوضح لحضراتكم ليه جمهور النادي الاهلي وليه إحنا من الحل دلوقتي شايفينه وسام أبوالي يعمل حدث مش طبيعي إنه الأهلي فعلها محروم من المهاجم بقاله سنوات طويلة جدا يعني تنتفقوا؟ نتفقوا معكم اليوم طبعا طبعا ده كواليتي مختلف وزي ما أتكلم جيمي لا يعني كرة صعبة جدا على أي مهاجم يسجلها من الصعب اللي أنت تلاقي لعيب يتعامل مع كرة بالشكل يتعامل به وسام فيها زي ما أتكلم برضه من شوية على موضوع الأوفر إنه بياخد في المساحة وإنه يتحرك بدون كرة دي ممكن من الزكاء المهاجمين يتحرك بدون كرة تلاقي أغلب المهاجمين اللي في العالم دايما بيتقلق ودايما بيظهروا بشكل جاي بسبب تحركاتهم من غير كرة لعيب اللي دايما بيوقف ويبقى مستنى الكرة يجيله في رجله مش هتلاقيه دايما بيتقلق عابلي بس عايز على حاجة لو ناس تركز في الصورة الشادو بتاع الصورة ونعكاس الشادو بتاع الصورة أنا ممشوش غرف الكرتون يعني أنا ده نادرة لما بتشوفه إن اللعيب هو اللعيب هو بيكلم عالخيال اللي تحت على الصورة اللي تحت إنه إنه الشكل صورة هي بالنسبة لي صورة بورتري عمله ووسامة أبو عالي النهاردة اللي أنا هفضل سبورتد لي حتى لو مسجلش لإنه أنا شايف ضور ووسامة أبو عالي الأهلي كان متأثر جداً في عملية الضغط وعملية ضغط العكس وأنه عنده مهاجم شرس حتى لو ما بيسجلش فهو مهم جدا للهارموني والحالة اللي عليها الفرقة مع مارس الكولر فرين نادلها مع مارس الكولر خاصة غياب حسين الشحات غياب برسيتاء وكل الحلول الهجومية وإمام عشور كل ده كان غايب الحلول الهجومية فأنت كنت في عرض نص العيب زي وسامة أبو علي